أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك سيدي قمر بن هاشم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المؤمنون الكرام ونحن نعيش هذه الأيام أيام العشر الأولى من شهر الله المحرم هذه الأيام أيام الحزن التي وقعت فيها المأساة الكبرى في الأمة الإسلامية ألا وهي تصدي تلك العصابة من المجرمين من شذاذ الأحزاب كما وصفهم الإمام الحسين عليه السلام لخير خلق الله لحجة الله في الأرض الحسين العظيم صلوات الله وسلامه عليه وعلى من حل معه في هذه الأرض المباركة من عطاءات هذه النهضة المباركة التي أصبحت مناراً للأمة الإسلامية ولجميع أحرار العالم انظر إلى هذه النهضة العظيمة التي أسست ووضعت القواعد المهمة للنهوض بوجه الطغيان الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه البعض يتصور أنه سارة على أمل أنه يجلس على كرسي الحكم وهذا ما بيناه في الحلقات السابقة أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه إنما سار على منهج مرسوم من قبل جده رسول الله صلى الله عليه وآله وأنه عالم بما ستقول إليه الأمور لذلك صرح في مدينة جده وفي مكة المكرمة كثير من الأمور بيّن فيها أنه يصل إلى هذه النهاية التي يحب أن يصل إليها نعم حتى كتب في بعض وصاياه أنه من لحق بنا من التحق بنا استشهد ومن تخلف عنا لم يدرك الفتح إذا كان هناك من يتصور أن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه كان طالباً للحكم فهذه الكلمات وهذه التصريحات منه بيّنت أن هذا الموقف موقف غير حقيقي وأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه هدفه واضح صرح به إنما أريد أن أطلب الأصلاح في أمة جدي أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر لذلك أيها الأحبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه أسس قاعدة مهمة أيها المصلحون إذا أردتم أن تصلوا إلى مبتغاكم إلى هدفكم السامي فلا يقف بوجوهكم أي شيء يعني لا يوجد هناك شيء أغلى من الروح لذلك الإمام صلوات الله وسلامه عليه وطن نفسه وهذا هو التسليم الخالص الذي كان عند الأئمة صلوات الله وسلامه عليه أجمعين وعند جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله لذلك هذا موقف القائد المصلح المضحي الصابر لأجل هدف ولأجل غاية سامية ألا وهي رضا الله سبحانه وتعالى وإعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله لذلك جاء الإمام صلوات الله وسلامه عليه بهذه الأسرة وهذه القضية لا تخفى على أي عاقل الآن كل من أراد أن ينتهج منهج قضية واضحة من الناحية العسكرية ومن الناحية الظاهرية قضية واضحة معركة غير متكافئة من ناحية العدة والعدد إلا أنها كانت تؤيد أن النصر لأبي عبد الله الحسين لأنه سيحيي المبادئ في الأمة أحيى روح الأمة لأن الإمام صلى الله وسلامه عليه بيّن علة أنه أرى الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه إذا أراد الإنسان أن يقف هذا الموقف وهو موقف الأئمة عليهم السلام بأسرهم صلى الله وسلامه عليهم أجمعين كما أوصاهم أبوهم أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام كونوا للظالم خصمى وللمظلوم عونا فأنار صلى الله وسلامه عليه بدمه الطاهر الطريقة للمؤمنين للوصول إلى رضا الله للأحرار للتخلص من قيد الأغلال أغلال الطغاة أيها الأحرار إذا أردتم أن تتخلصوا من هذه القيود وهذه الأغلال وتحرروا الأمة وتحرروا النفوس الأبية من الظلم والطغيان عليكم أن تسيروا على منهاج الحسين صلى الله وسلامه عليه فالسلام عليك يا أبا عبد الله يوم ولدت ويوم استشهد ويوم تبعث حيا وأنت حي في نفوس الأحرار السلام عليك ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة الكرام نسأل من الله سبحانه وتعالى أن ينير بصائرنا للسير على نهجة أبي عبد الله الحسين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والأكاتو اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة